حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي روح الكلاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها سورة الروم فلبس عليه بعضها قالا إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوامين يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ فيها الروم فأوهام فذكره حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح من ذي الكلاعي عن رجل إن أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية فلما انصر فقال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء ترجمة نانسي قنقر